ايضا تواصل وزارة الداخلية حملاتها الامنية للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالاسواق لبايعها بسعر ازيد من المحدد لها وتمكنت الادارة العامة لشرطة التبوين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الامن وقطاع الامن العام من ضبط العديد من القضايا في هذا الاطار تنسيق وتكامل بين اجهزة وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الامنية القوية ضد العناصر التي تحاول حجب السلع عن التداول بالاسواق في محاولة منهم لرفع اسعارها استغلالا لظروف الدولية الراهنة واصفرت تلك الضربات عن نجاح الادارة العامة لشرطة التبوين والتجارة في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة قام مالكه بحيازة اكثر من ثمانية عشر طن من سلع الغذائية متنوعة بان قام بتخذينها لحجبها عن التداول بالاسواق بهدف رفع اسعارها وتحقيق ارباح غير مشروعة من وراء ذلك انطلقت الحملات الامنية لتحقيق مزيد من الانضباط في السوق والتصدي لمحاولات رفع الاسعار وتمكنت الادارة من ضبط خمسة وسبعين طن ونصف طن ارز غير مصحوبة باية مستندات تفيد مصدرها بحوزة صاحب مضرب ارزب الضقهلية كان يهدف لبيعها بازيد من السعر المتداول في الاسواق كما نجحت في ضبط قرابة مئة وثمانية وثمانين طن مواد غذائية متنوعة بدون مستندات وغير معلن عن اسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية كان يقصد من وراء ذلك الى بيعها بالسوق السوداء واستمرارا لتلك الحملات وما تحققه من نتائج ايجابية في التصدي لمافيا التلعب بالاسعار نجحت الادارة في ضبط 22 طن دقيق ابيض مجهولة المصدر قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالاسواق لتحقيق ارباح غير مشروع من وراء بيعها بازيد من سعرها المتداول كما تمكنت من ضبط قرابة 21 طن دقيق وارز وزيت طعام وسكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالاسواق بهدف رفع اسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية وضبط اكثر من 18 طن دقيق وزيت وارز ومكارونة وسكر معباء داخل شكائر وعبوات بدون مستندات تم تخزينها لرفع اسعارها بحوزة احد الاشخاص بالجيزة واصفرت الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالاسواق عن ضبط 20 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلن عن اسعارها بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بازيد من السعر المتداول وضبط قرابة 20 طن ارز وضقيق وزيت ومسلي مجهولة المصدر بحوزة مسؤول احدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالاسواق لرفع اسعارها وضبط 18 طن زيت تموني بحوزة مسؤول احد فروع الجملة بالاسماعيلية لبايعها بازيد من السعر المحدد لها موسيقى الادارة تمكنت من ضبط 50 طن سكر تموني بقصد بيعه بالسوق السوداء بحوزة امين عهدة احدى فروع الشركة لتجارة الجملة بالقاهرة وضبط 30 طن دقيق ابيض بحوزة قائد سيارة بالفيوم كان يهدف لبيعها بازيد من السعر المتداول في الاسواق موسيقى وتتواصل الجهود لتصدي لكافة ظواهر الاستغلال وحجب السلع عن التداول بالاسواق وخاصة الغذائية والمضاربة باسعارها لرفعها عبدالله بركات التلفزيون المصري